أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عددها إلى 234 إصابة الأمر الذي قد يدفع الحكومة الفلسطينية لاتخاذ إجراءة وقائية أكثر شدة خلال الأيام المقبلة لمنع تفشي الفيروس للاطلاع عن كثب على آخر المستجدات في فلسطين المحتلة ينضم إلينا مرسلنا حافظ أبو صبرة حافظ مساء الخير هلك أن تضعنا في صورة آخر المستجدات لديك في فلسطين المحتلة نعم ليلى يعني منذ دقائق فقط تعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية دكتور إبراهيم ملحم خلال بيان وزع على وسائل الإعلام تسجيل ستة إصابات جديدة غير الأحد عشر إصابة التي أعلن عنها خلال الإيجازين الصباحي والمسائي الإصابات الستة الأخيرة في مدينة بيتونيا في محافظة رامالله والبيرة لزوجة المصاب الذي أعلن عن إصابته صباحا هذا اليوم هناك وأبناؤه الخمسة من بينهم أربعة أطفال تقل أعمارهم عن الخمسة عشر عاما إذن يصل عدد المصابين مع سبعة عشر إصابة سجلت اليوم إلى مئتين وستة وثلاثين أو مئتين وأربعة وثلاثين إصابة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية قطع غزة ضفة الغربية وأيضا القدس العاصمة المحتلة يعني بعد تسجيل الإصابات في بيتونيا محافظة رامالله والبيري دكتور ليلى غنام أعلنت عن إغلاق المدينة ومنع المواطنين من الخروج إليها ودعتهم للالتزام بالحجر المنزلي نتيجة لارتفاع عدد الإصابات هناك في وقت مبكر من هذا اليوم كان رئيس قسم الأمراض رئيس قسم الوقاية في الصحة الفلسطينية أعلن عن تدارس لجنة الطوارئ العامة العليا لإغلاق مناطق بدو وقطنها نتيجة تكاثر أو ازدياد عدد الإصابات هناك فيما يتعلق بالتزام المواطنين بإجراءات الحكومة حيث أقف هنا في مدينة نابلس هذا الودوء لا يغركم لأنه يأتي بعد تجمعات كبيرة أمام البنوك على مداخل البنوك وأمام الصرافات الألية في مشهد اشتكى منه المواطنون الملتزمون بإجراءات الحكومة الفلسطينية بعدم الخروج من منازلهم وطالبوا من خلاله الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة هذا الودوء يعقب انتشار كبير للمواطنين تنقلهم داخل المدن الفلسطينية سواء هنا في نابلس أو في مدن أخرى رمالة وبيت لحم وكل المدن الفلسطينية إذن نتحدث عن أن فلسطين سجلت 234 حالة فقط قلقيلية وطباصية المدن التي لم تسجل حالات إلى الآن نعم حافظ أبو صبرة شكرا جزيلا لك كنت معنا من مدينة نابلس المحتلة في فلسطين وأطلعتنا على آخر التطورات لديكم ترجمة نانسي قنقر